خطورة الوضع الصحي في البلاد باتت أمراً وخيماً تنعكس صورته على المواطن بشكل واضح في الفترة الأخيرة ولم يصل المواطن بعد لاستيعابه وتحمل تبعاته فنقص الأدوية المهمة لتقييم المستوى الوبائي وبالرغم من أعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عنها والتي تسببت بانخفاض الأرقام الأخيرة وتمثلت في نقص حاد في المسحات والمشغلات الخاصة بفايروس كورونا تبعتها بالمقابل ممارسات خاطئة من المواطن ربما تفاؤلاً بانخفاض الأعداد غير الصحيحة وازداد في الأونة الأخيرة عدم الالتزام بارتداء الكمامات في التجمعات وعدم الاكثرات بنتائج التجمعات التي نوهت جهات الاختصاص في مناسبات عدة بمخاطرها وزادت أيضاً بالمقابل حالات الإيواء وعدد الحالات المحجورة في البيوت والحاملة للفايروس وعد نقص المسحات والمشغلات إلى تأخر ظهور نتائج العينات اليومية وانخفاضها أيضاً وتعذر نقل العينات بين المدن وزاد العبء على المواطن بتعذر وجود أجهزة تصوير مقطعية منها جهاز سي تي للتصوير المقطعي ويضطر المواطن لقطع مسافة كبيرة لإجراء فحصات ضرورية لا تتوافر في مدنهم الفترة الأخيرة شهدت أيضاً الفرق الطبية حالات وفيات للعملين بالقطاع الصحي وللعملين على خط النار الأول في مواجهة هذا الوباء ومن يتحملون خطورة الاستهوان بهذا المرض وللأسف سجلت الإصابات في الفرق الطبية والبعض منها ما زال يقوم بواجبه برغم الإصابة البعض ما يزال يعتبر الإصابة بالمرض أمراً لا يستضع رعاية المشاددة ولا يسترجب الحرص على الحج واعتزال الناس وشهدت الفترة الماضية أيضاً حالات مرت بالمرض بسلامة لكن بعضها شهد حالات وفيات بتجلط الدم إذ يلزم المريض المتعافي من المرض بحسب تصيات الأطباء متابعة لتحليل السيولة وما تشكله لزوجة الدم بعد التعافي من خطر مميت أودت بحياة كثر نتيجة لعدم اتراك ضرورة المتابعة بعد التعافي اشتركوا في القناة